اشتركوا في القناة أي صلاة كما في الصحيحين وقال آخرون بل صيامه في شعبان وكثرة صيامه فيه أنه لكون هذا الشهر يغفل عنه غالبا فهو بين شهرين لهما مزي شهر رجب الذي هو من أشهر الحرب وشهر رمضان الذي هو شهر عبادة وطاعة وصوم وتقرب فيغفل الناس عن العبادة في هذا الشهر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويكثر من صيامه تحينا للأوقات التي تكثر فيها الغفلة فإذا كثرت الغفلة وتقرب الإنسان للعز وجل في هذه الأزمنة التي يغفل فيها الناس عن التقرب كان ذلك من دوع المضاعف للأجور بالنظر إلى الحال لا بالنظر إلى الزمان ولا بالنظر إلى المكان فيما يتعلق بالمعلة الثالث الذي ذكروا بعض أهل العلم لسبب صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان أكثر من غيره قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم من الشهر ثلاثة أيام وكان يفوته ذلك في بعض الأشهر فكان يجتمع عليه ما فاته فيصومه في شعبان هكذا قالوا والذي يظهر والله تعلم أن هذا تلمس للعلة وليس جزما بأن العلم واحد من هذه قد تكون العلم هذه الأمور الثلاثة وقد يكون العلم هو بعضها في بعض السنوات أو هو تحي فترات الغفلة قد يكون هذا أو ذاك والمهم أن السنة ثابتة عن المبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية صيام شعبان والإكثار من حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة